اشتركوا في القناة اليوم معالي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج يعني احنا نتشرف بوجودها وبنشكرها جدا ونقولها الحمد لله على السلامة ان هي لبت دعوتنا بعد ساعتين من موصلها من القاهرة الحمد لله على السلامة يا فندم وبشكرك ويعني احنا فعلا بنتشرف ان حددك وزيرة الهجرة وشؤون المصريين المنتظرينها بقالنا كتير الله يسلمك ويعني انا سعيدة ان انا موجودة النهاردة في نيويورك علشان اقابل اعضاء الجالية المصرية وانا الحقيقة بقى سميهم ابناء الوطن في الخارج الدولة مهتمية بهم ومن هنا انا الحقيقة عايزة ابارك لكل مصري في الخارج عشان عودة وزارة الهجرة للحكومة المصرية الوزارة يعني بتشتغل وبتحاول ان هي توصل لكل مواطن اينما وجد علشان تقدر ان هي تطرح القضايا وكل الملفات اللي تراكمت عبر السنين وحان الوقت الفتحة يعني هو ده يمكن اجابة لسؤال انا كنت لسه ابتدي به اللي هو ليه الادارة المصرية قررت ان هي موزارة الهجرة ترجع تاني سببين اول سبب يرجع الى يقين السيد الرئيس بالاهمية الكبيرة لقوة مصر في الخارج هو عارف كويس جدا قد كده المصريين في الخارج قوة لا يستهن بها والسبب التاني انه لما كان بيروح جولات في الخارج كان بيجد مطالب من المصريين بعودة هذه الوزارة مرة اخرى للحكومة المصرية فيقينه وايمانه بهذه القوة الكبيرة مع المطالب هو ده اللي رجع وزارة الهجرة مرة تاني طيب معلش انا يعني الاسئلة انا هحاول بقرد الامكان احنا عندنا ملفات كتير وقضايا كتير واقترحات واسئلة وطبعا يعني الجاليات المصرية بامريكا وكندا ما تصوريش قدية ساعدتهم لما نزلنا الشارع وقلنا لهم ان احنا في وزيرة الهجرة انا احنا مستنينها من زمان يعني يعني في انتظارك من زمان كنت عايز اسأل حضرتك الفرق بين وزارة الهجرة او خدمات وزارة الهجرة وبين القنصلات العامة وانا عارف ان الباك جراوند احردك في سلك الدبلوماسي وسفيرة في الامارات قبل المنصب اللي احنا بنبركلك عليه مرة تانية فالفرق يعني بين الخدمات بقدمها وزارة الهجرة وبين الخدمات بقدمها القنصليات المصرية خارج مصر خليني ابتدي الاول اقول ان انا فخورة ان انا طلعت من مؤسسة زي وزارة الخارجية علشان تؤهلني ان انا اكون مرشحة حتى ان اكون وزيرة للمصريين في الخارج انا مؤمنة جدا بالعمل القنصلي وبرعاية القنصليات للمصريين في الخارج اينما وجدوا وزارة الهجرة لما عادت مرة اخرى الى الحكومة المصرية انا بعتبر ان وزارة الهجرة هي الظهير الحكومي الانساني لكل هذه الحكومة بمعنى ان وزارة الهجرة دي جزء لا يتجزأ من وزارة الخارجية ومن القوى العاملة ومن السكان ومن الصحة كل وزارة في الحكومة لها علاقة بابناء الوطن في الخارج فبتيجي وزارة الهجرة كمكملة للدور يعني العظيم لي وزارة الخارجية وللدور الهام جدا لي وزارة القوى العاملة وبتيجي كحلقة وصل ما بين ابناء الوطن في الخارج وبين الاجهزة الدولة المعنية بكل مشكلة على حدة صحيح لان في مصر تقريبا في حوالي عشرة مليون مصري مهاجر ممكن يكون اكتر ممكن يكون اكتر كمان وممكن اكتر يعني دخل احصائيات الاقل اكتر من عشرة مليون مصري يعني جمهورية يعني حالك رئيس الجمهورية المصريين خارج مصر انا يعني فخورة ان انا يعني مسك هذه الحقيبة اللي انا مؤمنة بيها وانا كمواطنة مصرية عادية برضو كنت تتمنى ان الوزارة دي ترجع مرة تانية طبعا حددك يعني مش بعيدة عن امريكا ومصريين بامريكا وكندا المصريين بامريكا وكندا لهم طابع خاص ومختلفين اختلاف شبه كل عن اي مصري خارج مصري مثلا في الدول العربية في الخليج في الدول العربية بيبقوا مسافر عنده كونتراكت عنده 3 سنين عقد عنده فيه تعاقدات فيه لكن في امريكا مختلف الوضع في امريكا الناس اللي قاعدة هنا 80% منهم عندهم اقامة تانية عنده جنسية اخرى عنده حياة مستقرة نسبيا بالنسبة يعني مش عايز اقول ان هو هو مهاجر يمكن كتير من مصريين محبوش كلمة مهاجر هنا لحسسهم انهم بالبعد عن البلد فهل فيه استراتيجية معينة او قرارات محددة للمصريين بامريكا وكندا اللي هما بيزيد عددهم عن مليون ونص كل شريحة للمواطنين في الخارج مختلفة عن الاخرى تبقى للمناطق اللي هم عايشين فيها فزي ما حضرتك تفضلت وقلت العمالة في الخليج غير خالص طلباتها واحتياجاتها غير خالص الابناء الوطن في الولايات المتحدة وكندا غير المهاجرين غير الشرعيين في جنوب اوروبا غير المواطنين الاخرين في استراليا كل منطقة لها طلبات فالعمالة بنتكلم عن عقود العمل وبنتكلم عن مظلة التأمينات الاجتماعية وبنتكلم عن العربية اللي لازم تنزل بعد انتهاء مدة خدمتهم مشاكل الكفيل مشاكل العقود ده الخليج ده الخليج انما الولايات المتحدة وامريكا زي ما حضرتك قلت دول مواطنين من نوع خاص بمعنى صحيح تجنسوا بجنسية اندمجوا في المجتمع تقلد ومعنى مناصب رفيعة ليهم خبرة في مجلات معينة هم دول اللي الدولة بتحرص على التواصل معاهم والاستفادة من خبراتهم وفي نفس الوقت بنيجي علشان نسمع لهم الدولة يعني بتقدم مبادرات وافكار كتيرة جدا ولكن لازم عرض مصر موافق لطلب ابناء الوطن تبقى زي المناطقهم صحيح ففي رحلتي النهاردة ليه الولايات المتحدة بيرافقني مساعد وزير الاستثمار ممثل عن محافظ البنك المركزي ومساعد وزير الاسكان ليه؟ علشان مهم جدا ان احنا نستمع مباشرة للمواطنين عشان نقدر نلبي احتياجاتهم ما ينفعش احنا في مصر بنطرح مبادرات والدولة فعلا عايزة تحل ولكن احنا مش عارفين طلبهم ايه بالزبط او احنا بنفكر في حل والحل ده لا يتناسب فاذا مواطنين الولايات المتحدة وكندا بنسمع منه بقى في مشكلة في الاستثمار في مشكلة في التحويلات النقدية في مشكلة في التأمين ايه المشاكل اللي عندهم اللي احنا نقدر نحلها وفي نفس الوقت بنقول لهم ايه دي الدولة ومحتاجة لخبراتكو مش محتاجة لفلوسكو عشان اوضح النقطة دي وزارة الهجرة مش جاية للفلوس وزارة الهجرة جاية للعقول مصر محتاجة لكل هذه العقول المهاجرة صحيح يعني انا عايز اقول لحل دي بخصوص المصريين يعني انت اثرت نقطة مهمة جدا ان محافظ البنك المركزي اهناي محافظ البنك المركزي هيكون محل دي ده يعني هنرجع له تاني ولكن المصريين بامريكا او كندا هنا اه زي ما لوهم طالبات عليهم مواجبات ايضا اه اه يعني يمكن جالية مختلفة شوية اه جالية مستقرة نسبيا زي ما حرجك في مناصب اه على جميع المستويات مش مليونيرات يعني يعني لان النظرة كانت قبل كده ان المصري اللي عايش في امريكا ده اللي هو اللي عنده خمسين مليون ومئة مليون ومليون وده عايزينه في مصر بس الاستثمار لكن في استثمارات اخرى لعقول اه هم مش اغنية ولكن مستقرين في حياتهم ودول امنية عندهم ان هم يساعدوا بلدهم كل اللي تعلموه الناس يمكن حضرتك اه عشتي هنا وشوفتي اللي بيجي امريكا بيجي على اساس حتى لو هجرى او حتى لو بعثة وبيقعد بيقول انا هقعد ثلاثة اربع سنين وهرجع بس انا عايزة اقول لحضرتك على الحاجة المصريين في الخارج ودي عن تجربة المصريين في الخارج عندهم انتماء وولاء لبلدهم شديد ويمكن يفوق اللي قاعد في الداخل اه عايزين يده وعايزين يساعده يده بمعنى يده خبرتهم مش يده فلوسهم ومصر محتاجة لهذه الخبرة مشكلتهم انه ما كانش فيه قناة شرعية لاستقبال كل الناس اللي عايزة تساعد كان ايه قبل كده فرد هو اللي بيجي ويقوله تعالى انا اعرفك على وزير التجارة او اعرفك على وزير الاستثمار انما بتيجي وزارة الهجرة كقناة شرعية بتستقبل كل المساعدات او كل الناس اللي عايز يعني يستسمر احنا عندنا حاجات كتيرة جدا في مصر عندنا العاصمة الادارية عندنا مشروعات كتيرة احنا عندنا محطة الضبع محتاجين كل الخبراء في مجال الطاقة النووية مصر بتبني نفسها وبتتطور وعايزة ولدها انا دايما بقول مصر زي الام يعني هي شاكرة لي جرانها واصدقائها انما وقتا ما بتبقى محتاجة بتبقى محتاجة ولدها احنا يعني في بعض الاسئلة طبعا احنا لما اعلننا ان حررتك تكون موجودة فجدنا ايميلز وجدنا تليفونات واسئلة كتيرة من المصريين المقيمين من ضمن الاسئلة او السؤال الشائع يعني ان احنا الكنسولية المصرية هنا يعني بصراحة يعني بدون مجاملة فعلا ان السفير احمد فروق عامل شغل كويس قوي خلال ثلاث سنين اللي فاتوا غير مفهوم وشكل الكنسولية بالنسبة المصريين اللي كانوا بيكسلوا يروحوا الكنسولية ويسافروا ويرجعوا وسهل لهم امور كتير بتلاقيه موجود في مناسبات كتيرة مع المصريين فافراحهم فاحزانهم يعني الراجل فعلا عامل مجهود كبير ولكن المشكلة بتاعتنا في بلد زي دي امريكا خمسين ولاية وكندا ومتشعبة وكبيرة انا فيه كونسولية في شيكاغو كونسولية في لوس انجلوس كونسولية في نيويورك وفي كندا ولكن الاربع سنين اللي هما بيحضوهم على ما يبتدي يفهم الجالية بيخلاصه فاللي بيحصل ان القنصل او السفيري اللي بيجي بعد كده بيبتدي من الزيرو يعني الاستراتيجية المؤسسية او المؤسسات لحد الوقت مش موجودة عندنا يعني احنا مبسوطين جدا بسفير احمد فاروق بس اعلانين جدا لما يمشي سفير احمد فاروق وهو ده اللي لازم يكون في شخصية السفير القنصل العام لانه اذا ما كانش هو عنده هذه النية الصادقة مش حينجح بهذا النجاح اللي حضرتك بتكلم عنه فسفير احمد فاروق حتى يعني شغله ومحبته للاخرين هو ده سر نجاحه لانه هو بيشتغل بصدق زي ما حضرتك عارف انه فعلا بعد اربع سنين بنتغير وبييجي طبعا سفراء وقناس العامين جداد ولكن بيبقى تحدي للقنصل العام اللي حييجي بعد السفير احمد فاروق لانه سفير احمد فاروق علي بالقنصلية العامة في نيارك اللي بييجي بعده بيبقى قدامه هذا التحدي ما يقدرش ينزل عن هذا المستوى فبيكتهد اكتر عشان يثبت اكتر ان هو يوصل لهذه المرحلة يعني احنا بنتمنى ده ان يحصل يعني بس نقصد لوزارة الهجرة بيبقى لها مثلا هل وزارة الهجرة هيبقى لها مكاتب في امريكا؟ لا وزارة الهجرة احنا لسه بنتدي احنا ما بقلناش غير اربعة اشهر وزارة الهجرة بتبني دلوقتي الوزارة انا واخد قطاع هجرة وبحوله الى وزارة فطبعا بعمل هيكل وبعمل ميزانية وبشوف اذا كنت هعين ولازم اعين شباب عشان يتواصل مع ابناء الوطن في الخارج من لغات ومن ادوات تقنية في الكمبيوتر والكلام ده كله الانترنت فان انا دلوقتي اكلم عن مسؤول الهجرة اعينه في الخارج لسه شوي يعني تضرب الاختصاصات او يعني التماسات في اختصاصات فيه انصلية بترع المصرين في الخارج اجيب مسؤول للهجرة مسؤول عن رعاية المصرين في الخارج احنا مش في حال التنافس بالعكس زي ما قلت في البداية احنا مكملين لأدوار بعض انما ممكن في مرحلة لاحقة اودي مسؤول الهجرة في مناطق مفهاش بيعسات ديبلوماسية يبقى فيه مكتب لمسؤول هجرة في دولة او في ولاية مفهاش قنصلية ايوه ولكن فيه يعني مثلاً زي ما بقول الحلالك بالنسبة لامريكا طيب احنا كان فيه برضو سؤال ملح وشوفنا منه بتكرر كتير عن وسائل او طريقة الاستثمار بالنسبة للمصري المقيم بامريكا هنا ممكن يعني الاستثمار انا بقصدش انه هو بعشرين بليون لا 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 الاستثمارات اللي هي البسيطة اللي هو ممكن يفتح حساب في بنك في مصر ويقدر يعطي بشكر حضرتك على السؤال ده لاني انا الحقيقة تواصلت مع محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بانه المواطن في الخارج عايز يعمل مشروع استثماري صغير ويحط فلوسه بالنقد الاجنابي في البنوك المصرية كان زمان ايه اللي بيحصل ييجي المواطن يحط النقد الاجنابي بتاعه ولسبب ما بيصفي هذا المشروع مش عايز يكمل ييجي يسحب فلوسه يقول له لأ تا عندك up to this limit عشان تسحب فلوسه فيقول طب دي فلوسي انا ازاي تمنعوني ان انا اصحابها كلها وده بيحصل فالحقيقة تواصلت مع محافظ البنك المركزي واكدنا طلعنا بيان اكدنا انا وهو انه اي مواطن عايز يعمل مشروع استثماري بالنقد الاجنابي اي وقت عايز يسحب فلوسه محدش هيقول له up to this limit لو حد عايز يشتري وديع بالنقد الاجنابي او شاهدة استثمار بالنقد الاجنابي دلوقتي ممكن ان هو يرجع فلوسه كلها اذا عايز يبيع هذه الشهادة او يصفي الوديع او وتفر صحيح لان ده انا اقول له حددك حاجة احنا هنا البنوك مثلا بتدي ربعة في المية ونصف في المية على الدولار في حين فيه بنوك في مصر بتدي اربعة ونصف وخمسة في المية على الدولار برضو فكتير ناس عايزين يعني مش عايز يستثمر ما عندوش الجرأة ان هو يستثمر في مش وقت لا هي مش جرأة هي ثقة ثقة هي ثقة هو خايف يحط فلوسه في احد البنوك المصرية ويعرفش ياخد فلوسه تاني فلما عملنا البيانين دول يعني كل بيان تلع بعديه بعشرة يان طلعنا البيان ده وعممناه على البيعسات الدبلوماسية في الخارج ومكاتب الهيئة العامة للاستعلامات لنما فرصة النهاردة في برنامج حضرتك ان انا ااكد على المصريين في الخارج على هذا الموضوع دي مجهودات بتحصل ولسه فيه اكتر بس كل ما بنعرف من المواطن ايه المشاكل اللي عنده اللي احنا نقدر نحلها ده مهم جدا 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 يعني ده خبر جميل لناس كتير انه ممكن دلوقتي اصبح ما ببقاش فيه الليمت انا بحط لو اعملت ديبوزت لمية الف لمليون انا هقدر اخدهم بالزبط بس احنا بنتكلم على انه حضرتك بتحط الفلوس دي عشان تعمل مشروع استثماري ايوة فبتحط بالنقد الاجنبي ايوة وبعدين لسبب مش عايزه كل فلوسك ترجع لك حادش يقولك بقى كده او عايز تشتري وديع او شهادة استثمار وقدر رجحهم البلد قدر رجحهم تاني البلد اللي انا فيها طبعا اه ده ده طبعا خبر رائع لناس كتيرة هنا في امريكا اه في مصر احنا مصر تسعين مليون تقريبا تعدد سكانها في اه مجلس النواب حوالي اه اربل ستمية فلو عملنا حزبة بسيطة كده هتلاقي تسعين مليون وستمية عدو يعني كل عدو بيخدم مية وخمسين الف فاحنا في امريكا انا لو افترضنا المصريين مش نقوم مليون ونص ولا اقل من مليون يعني في امريكا بس واللغات المتحدة غير كندا يعني لو حسبنا بالحزبة البسيطة دي نبقى عايزين ستة نواب ولكن احنا طلبين اتنين نواب في البرلمان ونائب في كندا النواب دول لا ينوبوا الشعب المصري ولكن ينوبوا عن المصريين ومتواجدين بالولايات المتحدة وكندا الهدفين الهدف الاول انه عايز يشوف ايه طلبات يعني كنصلية عليها همون كتير هقول لحضراتك موضوع النواب تلوتي اول مرة وده الدستور الحقيقة ادى يعني مادة كويسة جدا انه المواطنين يبقى في نواب في مجلس الشعب بينوبوا عن المواطنين في الخارج احنا عندنا تمانية التمانية دول انا التقيت بيهم لان دول اللي بيمثلوا النواب كويس اختيارهم جي ازاي او ما بيمثلوش الناس اللي برا طب هو رايح وجي طب هو قاعد في البلد طب هو يعرف مشاكل ازاي موضوع الانتخابات او موضوع التمثيل في مجلس النواب دي حاجة جديدة جدا وخطوة ايجابية في طريق الديمقراطية واحنا عمالين نتطور بمعنى انه الانتخابات كانت بالبريد وبعدين بقى فيه تابلتس وبعدين سمعنا ان فيهم النواب كمان المصريين في الخارج فيه حالة من التطور كل مرحلة او كل خطوة فيها ايجابياتها وسلبياتها انما احنا دلوقتي قدام تمانية في مجلس النواب ممثلين عن المصريين في الخارج طيب ده ايو النواب دول خلاص هما موجودين ممكن في الانتخابات القادمة يحصل فعلا تواجد للمصريين في الخارج اللي فعلا عايشين يبقى هو النائب فعلا في مجلس النواب انا روح تلتقيت بيهم لانه في النهاية انا وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج هما النواب بتعريك بتوصلي سلطنا للحكومة او للإدارة لا انا عارفة كويس جدا فانا عايزة ارجع لده لانه ده موضوع كبير والنواب وازاي تم اختيار النواب وفين اي حد من امريكا هنا فين النائب اللي هو بيمثل المصريين والجالات المصريين بامريكا ولكن هناخد راحة بسيطة اعلان ونرجع تاني مرة اخرى سيدنا المشاهدين ومعالي الوزيرة نبيلة مكرم وانا مش عايز اتقل عليها برضو باسئلة وكتير رغم ان احنا عاملين بكلامنا كتير يمكن شوية الاسئلة اللي جات لنا والصفصرات وفرحة المشاهدين او الناس اللي في الشارع المصريين بوجود معالي الوزيرة ده اللي بيخليني اكتر انا اتكلم براحتي اكتر معاها ورغم ان هي وصلة من ساعتين زي ما قلتلكم مرة اخرى بنعود لنواب او الاعضاء مجلس النواب من الخارج التمن نواب ما فهمش حادي من امريكا يمكن زي ما حردك قلت ده في البداية احنا لسه دي اول اول مرحلة في اشتراك المصري في تمثيل المصري وزارة الهجرة دورها ايه في ايصال الرسالة بتاعتنا للإدارة المصرية سواء بخصوص النواب او بخصوص الاستثمار او بخصوص يعني ازاي احردك احنا نقدر نصل لوزارة الهجرة وصوتنا هيوصل طيب وزارة الهجرة احنا بنتلقى طبعا الطلبات والافكار حاليا من خلال البريد الالتروني الايميل بتاع الوزارة الفاكس والتليفونات انما حاليا بنعمل ويب سايت للوزارة الويب سايت ده انا طلبة فيه حاجات كتير عشان كده هو متأخر شوي انما في خلال اسبوعين تلاتة حيطلع ليه؟ لانه الموقع الالتروني ده مش هيكون بيكلم عن نشاط الوزيرة راحت والوزيرة جت لا ده بيكلم عن اولا فيه مجال لطرح الطلبات وطرح الشكاوي والمشروعات التنموية اللي في مصر ايه؟ ومادة اعلامية بتبث من هذا الموقع لابناء الوطن لان احنا بنفتقد المادة الاعلامية الموحدة فيها كل ما يتعلق بمصر اخبار مصر كتير جدا المواطنين في الخارج بيستعينوا بقنوات اخرى او بمواقع التواصل الاجتماعي عشان ياخدوا معلومات او ياخدوا اخبار عن مصر وما بتبقاش صحيح فاذا الموقع هيبقى فيه برضو اماكن القنصوليات في الخارج هيبقى فيه اماكن احاجات او اماكن تواجد لا لا المصالح المصرية بمعنى حضرتك نازل وعاوز تعمل باسبور لابن حضرتك فيه انت توجه وتكلم مين وايه الاوراق اللي انت محتاجة عشان تخلصها المصري في الخارج بيبقى نازل عايز يخلص هذا الموضوع ويرجع بسهل عليه ففي الموقع الالكتروني ده هيبقى فيه وسيلة التواصل ما بين وزارة الهجرة وما بين المواطنين في الخارج يعني حاليك انا مثلا كمصري مقيم خارج مصر او مهاجر ونازل مصر قابلتني مشكلة في مصلحة حكومية مهاجر قادر اتوجه لوزارة الهجرة تساعدني ان انا حل المشكلة اه لو فيه مشكلة بس يعني مش كل حد هيبقى عنده مشكلة في مكتب معين في الشهر العقاري في مكتب تصديق حيروح يشتكي في وزارة الهجرة وزارة الهجرة بتتكلم على اي حاجة احنا بيجلنا طلبات لناس في سجون وناس بتتجلد في السعودية وناس زوج اخد الولاد وسافر وساب الزوء يعني بنتكلم في حاجات كتير وفي نفس الوقت احنا شغلنا بقى بحل مشاكل الاكبر والملفات والقضايا اللي تراكمت على العبر العصور يعني خلال متابعتنا الحردك انا شايف ان انت ايضا بتهتمي بالمشاكل البسيطة والخاصة جدا في السعودية شفنا وفي فرنسا يعني في اماكن متعددة روحتي استراليا ورجعتي يعني ما حدش بيروح استراليا ويقعد اقل من مثلا اسبوع عشان ينام ويرجع تاني يعني اهتمتي بحاجات صغيرة انا بهتم جدا بالحاجات الصغيرة وانا ببني ثقة ما بين الدولة وما بين ابناءها اه كتير بنسمع ما فيش حد واقف جنبنا او مثلا كرامة المصري بتهضر في الخارق فيه كده اه نبرة اه كانت بقالها شوية اه موجودة اه لما حصل انفجار الاردن ولما حصل مواطنة المصري اللي ادهس في الكويت ومؤخرا في السعودية اه التحركات دي اه يعني ابتدت ابتدت الثقة يعني شوية ترجع انه اول مرة شوف مسؤول يخرج ويتجه للدولة اللي فيها المشكلة يعني المشهد وانا نزلة من الاردن بالجسامين وبالمصابين مش قادرة اقول لحضرتك اثر ازاي في نفوس العمالة المصرية في الخليج طبعا طبعا لان حسوا ان البلد دي مهتمة بولدها بزبط فالحاجات البسيطة اللي حضرتك بتكلم عليها انا طبعا دي حالات فردية وبتحصل على طول على فكرة وفي كل انحاء العالم بما فيها مصر مية في المية ولكن انا بتحرك في الحاجات اللي فعلا بحس ان المواطن المصري يعني يعني دهس مواطن بعربية انفجار وخمسة ماتوا وخمسة مصابين وما فيش مظل التأمين ليهم مواطن مصري مؤخرا في السعودية يعني تبهدل ضرب وقتل ودهس بالعربية حرام دور حضرتك بقى انت يا حراريك سفرت السعودية وقابلت المسؤولين لا انا انا زيارتي الاخيرة للمملكة كان عشان دي كانت اول زيارة لي لأكبر تجمعات المصريين في الخارج ايوة كنت بعرفهم بايه هي وزارة الهجرة وبستمع ليهم وبشوف بقى مطالبهم فقعدت مع الجالية المصرية في الرياض وفي جدة وانما في بداية زيارتي دور مستشفى سند عشان فيها كذا حالة مصرية بقى لهم ثلاث سنين في المستشفى في ناس تيبست اطرافها في ناس مش عارفة ان هي ترجع معندهاش القدرة المالية حرست ان انا اروح المستشفى واقابل الناس دي واقابل فريق الاطباء واتطمن عليهم وده مش عايزة اقول لحضرتك رفع من روحهم المعنوية والاطباء قالوا لي ده بيسرع من العلاج نفسه طبعا ده احتواء يعني فبقدر الامكان الحاجات دي بتفرق مع المواطن اكيد في السعودية مثلا حضرتك او في الكويت او في الخليج قابلت المسؤولين اللي هما السعوديين الكوتيين لا في المملكة انا بس عملت لقاء تلفزيوني للتلفزيون السعودي انما انا كنت انا ما بحبش اقابل المسؤولين الا لما عرف طبيعة الجاليا ايه مشاكلها ما قدرش اقعد مع مسؤول وانا لسه مش مستمع لجاليتي ايوه فكان هدف هذه الزيارة ان انا بس استمع ليهم واعرف مشاكلهم ومطالبهم واشوفهم ويشوفوني دي مش اخر زيارة ليا للمملكة هزور تاني وساعتها بقى اكون خلاص انا فهمت ايه اللي بيعنوه مع السلطات اذا كان فيه وبروح اتكلم مع المسؤولين يعني حريك حاليا دولاتي في مرحلة ان انت بترسمي خريطة المصريين في العالم بتوجدهم بمشاكلهم بقضيائهم في كل منطقة بتحاولي تتعرفي عليهم مزبوط وبعد كده يبتدي الشغل الشغل وبعد كده يبتدي الشغل طيب المصري في امريكا او في كندا انت شايف حريك طبيعة المصري في امريكا او كندا مختلفة طبعا عن الناس دي كلها ايه التصور اللي في حالي لوزارة الهجرة ووزيرة الهجرة للمصريين بامريكا او كندا يعني شايف افناء الجيل التاني والتالت يعني طبعا مع احترامي للرعيل الاول انما الجيل التاني والتالت دول اتولدوا في الولايات المتحدة الامريكية تجناسوا بالجنسية الامريكية او الكندية واندمجوا في المجتمع فتلاقي فيهم موجودين في المجالس المحلية تلاقي فيهم في اماكن معينة ممكن تخدم الدولة لتصحيح الصورة الحقيقية او توضيح الصورة الحقيقية لمصر ففيما يتعلق بالولايات المتحدة وكانت غير ان انا بتعرف على مطالبهم انا عايزة استخدم الجيل التاني والتالت في ربطه بالوطن صحيح وفي نفس الوقت انا بكلمهم ان هم سفراء مصر في الخارج فعليهم كمان مسئولية ودور في تصحيح هذه الصورة في التأثير على رأي العام في بعض القضايا ما ينفعش ان احنا نكون سايبين الميدان مفتوح لاي حد يقول اي حاجة على مصر وخاصة بامريكا وكندا يعني هنا بيعتالوا مناصب كمان الشباب هنا الجيل التاني والتالت موجودين في البيت الابيض في الكونجرس في الادارات مضبوط في مناصب كتيرة الجيل الشباب طبعا احنا بنهتم به ايضا هنا كجالية مصرية ولكن احنا عندنا مشكلة يمكن كجالية مصرية هنا موجودة في امريكا احنا عندنا تنظيمات كتير واتحادات كتير وناس كتير بتروح مصر بنشوفهم على التلفزيون المصري بيكلموا باسم الجالية المصرية انا رئيس الاتحاد الجالية المصرية انا رئيس جمعية مش عارف ايه الجالية المصرية ازاي حضرتك متصورة انت تتعاملي مع المؤسسات والجامعات والتنظيمات المختلفة دي كلها اه قضية كبيرة جدا مش بس في الولايات المتحدة في انحاء العالم يعني في بعض الدول الاوروبية في اكثر من اتحاد واكثر من نادي واكثر من منظمة المشكلة مش في كثرة هذه الكينات خلينا نقول انما المشكلة ان احنا كلنا بنضرب في بعض وكلنا بنهاجم في بعض وهذا الاتحاد لا يمثلني وهؤلاء خونا وهؤلاء لا يتحدثوا باسم مصر ماينفعش احنا كلنا في الخارج بنعمل لصالح الوطن طيب لما جات وزارة الهجرة غير ان هي بتبني قاعدة بيانات محدثة للمصريين لازم كمان مزارة الهجرة دي تبقى عارفة ايه الاتحادات والكينات اللي بتكلم باسم مصر اسم مصر انا دايما بقول اسم كبير جدا طبعا ماينفعش انه انا اطلع واقول انا المنصقة المصرية لاتحاد وتفر لازم مزارة الهجرة يبقى مسجل عندها كل اتحاد وكل منظمة حضرتك عارف الامارات ماينفعش شركة خارج الامارات تقول انا شركة الامارات للغزل والنزج يقولك ممنوع اسم الدولة ماينفعش ان انت تستخدمه فما بال حضرتك باتحادات شغالة ممكن جدا يمثل مصر في ملتقى جاليات اخرى ويتحدث باسم مصر بس انا معرفوش وبيحمل اسم الدولة فعشان كده طلبت انه كل اتحاد وكل تنظيم في الخارج لازم يمد وزارة الهجرة ببيان يتكلم فيه عن مين هو مجلس ادارته ايه تم انتخابه امتى عمل ايه من ساعة ما تم انتخابه لغاية دلوقتي لجاليته ليه مقر ملوش مقر معتمد في الدولة غير معتمد في الدولة انتخاباته الجاية امتى كل ده مهم عشان اسجل هذه الاتحادات ولا ربما وانا اأمل في ذلك ان في يوم الايام نوحد كل هذه الكيانات في الخارج واحنا كنا طلبنا قبل كده طبعا الكنسلية صعبة جدا انه يتولوا مهمة زي دي لان انت عارفة في امريكا حددك هنا ممكن انت الصبح عايزة تعملي جريدة بتعمليها عايزة تعملي جمعية بتعمليها اتحاد بتعملي فمتشعبة بطريقة فيعني احنا عايزين نوحد مثلا من خلال يعني انا شايف ان وزارة الهجرة دي حاجة كويسة وممكن ان هي يعني كفرع لها هنا في امريكا ما اعرفش ده يعني فيه امكانية ان يكون فيه فرع لوزارة الهجرة هنا بأمريكا لان العبء على القنصلية كبير ان احنا خصوصا توحيد الاتحادات دي لان حددك بنوصل للإدارة الامريكية مثلا بنتكلم معاهم ناس مختلفة ايوة فبيقولون نحنين فيكم مصريين بالزبط واحنا في المرحلة دي انا لسه مش بوحد انا المرحلة دي انا بتعرف بتعرف عليهم وسجلهم عندي المرحلة اللي جاية يبقى فيه حديث التوحد ده مش هيجي بالسهل لان كله متخنق مع كله للأسف فلازم اسجل واعرف في كل دولة فيه كم اتحاد وفيه كده انزل ما عنديش مشكلة بس يبقى مسجل عندي عشان بعد كده نعمل مؤتمر وندعو الرسميين ونبتدي نشتغل على اطفاء الروح الوحدة ما بين هذه الكائنات احنا هنا برضو بنعاني في امريكا من اسم مصر سياحيا تقريبا ما يعني ما فيش اي نوع من انواع المجهودات من وزارة سياحة او مصرية او المتولين السياحة في مصر حتى السياحة يعني للمصريين او العرب اللي موجودين هنا اللي بيحبوا ينزلوا مصر ويروحوا ما فيش اي نوع من انواع المجهود شايفينه بيحصل فهل وزارة الهجرة لها دور في موضوع في السياحة في زي ما هوك في البنوك زي ما قلت لحضرتك وزارة الهجرة الظهير الحكومي لكل هذه الوزارات وبالتالي موضوع زي السياحة لما حصل الحادثة بتاع الطيارة الروسية في شرم الشيف طلعنا بيان ويدعينا فيه كل المصريين ان هما يقضوا اجازتهم النصف السنوية والسنوية في مصر لما عملنا ملتقى السياحة لأبناء الجيل الثاني والثالث كان من 26 ديسمبر ل2 يناير عملنا ايه كان حوالي 300 شاب وشابة من انحاء العالم حتى السوراليا دي اللي روحتها 48 ساعة يعني لما هتمت وروحت هم كمان لبوا الدعوة وجم شاركوا في هذا الملتقى عملنا ايه معاهم ورناهم زورناهم حتت في القاهرة تلعنا بيهم شرم الشيخ وبعدين تلعنا بيهم لقصر عملنا ماراثن لصالح مستشفى الأرمان بالأقصر جريت معاهم التقوا بمحافظ جنوب سيناء التعقوا بمحافظ الأقصر مع وزير الثقافة مع وزير السياحة اتكلموا معاه كل الحاجات دي شباب 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 من 18 ل40 لما كنت بكلمهم وزي ما قلت لحضرتك أنا بكلم معهم ان هما سفراء مصر في الخارج صحيح قلت لهم ان الملتقى اللي جاي كل شاب عليه ينزل أسرة أجنبية معاه عشان كده لما بقول وزارة الهجرة الظهير الحكومي الإنساني لكل هذه الوزارات احنا مش عال في كل حاجة سياحة بالنشط سياحة بس من خلال الوزار من خلال وزارة السياحة يعني احنا اه يعني اي مصري عايز اي حاجة من اي وزارة في مصر يختصر الطريق وروح وزارة الهجرة وزارة الهجرة هي بتشوف ايه بالزبط الطلب او ايه الاقتراح او ايه السؤال وتوجهه او ايه المشكلة اه اه يعني زي ما انت حريك عارفة هنا كمصريين الحلم بيوراود يمكن المصريين مختلفين عن أي شعوب العالم كلهم إنهما لما بيسافروا بره مصر ما زال حلم العودة والرجوع عمره ما بيعترف إنه هو هنا فرجود للأبد لا ما زال عنده حلم العودة وإنه يرجع تاني ويبقى فيه عنده بيت هناك دايما فدي نقطة مهمة جدا وخاصة لمصريين أمريكا فأنا يعني مبسوط إن حالتك شرفتنا النهاردة ولازم يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله وبقولك الحمد لله على السلامة تاني والنهاردة بكرة يوم الحد بلنطاين بعد بكرة كل سنة من طيبة وإن شاء الله كده الحب يكون منتشر بنا كمصريين جميعا وبشكر معالي الوزيرة نبيلة مكرم على تشرفها لنا وزي ما قلت لكم أيضا يعني إنها تيجي من المطار بعد ساعتين وتيجي على البرنامج عشان تلتقي بالمشاهدين وبالمصريين ده إنما يدل على إخلاصها وصدقها في عملها فلازم نقف كلنا كمصريين معاها وطبعا لو في أي اتصال بيبقى عن طريق مثلا اللي عايز يتصل بحلاتك بيتصل عن طريق الوزارة آه الإيميل التليفونات الفاكسات كل ده عن طريق وزارة الهجرة اللي هي الويب سايت إن شاء الله هتبقى في خلال ثلاث أسابيع هتبقى فيه ويب سايت لوزارة الهجرة ولكن حاليا دلوقتي عن طريق قنصلية تقدروا تتصلوا بوزارة الهجرة وطبعا لو عندكم أي أسئلة تقدروا تبعاتوا لنا واحنا هنوجهها لمعالي الوزيرة بشكر حضرتك وحمد الله على السلامة وإن شاء الله يكون رحلة موفقة إن شاء الله شكرا أعزائي مشاهدين فاصل ونرجع تاني نواصل برنامجنا الجسر حليكم معنا